مرحبا يا صبايا ويا شباب لقار بطنا بهذاك الفيديو المهم الموضوع اليوم بدنا نحكي فيه عن الشغل فيه شغل بكندا ولا ما فيه شغل بعض الطرق يلي يعني ممكن يعني اللي ممكن الواحد يدور فيه او الطريقة اللي يدور فيه على شغل الحقيقة ده الموضوع متعب كتير لانه ما له قواعد يعني انا ما عم بحكي عن شي مثلا مثل شريبيت له خطوة 2-3-4 الشغل كل شخص حسب شخصية الشخص يعني اللي بدو يدور على شغله بس خليني ادكون شغلي كتير مهم قبل ما بلش بموضوع الشغل لانه لحظتها كتير طبعا ايجاني مسجات كتير يعني عدد هائل من المسجات 99.29 انجوا بتاعليون كان فيهم كتير سؤال عنه شو ممكن تقدمنا كندا بعد ما نخلص الكفالي او مثلا شو بتعطينا كندا او يلي ما له جاي كفالي بدي اسألك اول سؤال بسألك اخي شو بتعطينا كندا يعني نحنا بدنا نجي لكندا لحتى شو بتعطينا كندا هذا اكيد منطق غلط يعني انا بدي اسأل سؤال وقت كنا عايشين ببلادنا دولة عربية كلها بشكل عام يعني انت عمرك 25-30 سنة وقعد بلا شغل كانت يجي الدولة تقولك تعال حبيبي تعخذ هيراتبك وروعه لا بدك تطلع تشتغل او بدك تشحد يعني او بدك تروح تطفل على فلان وفلان لهيك انا برأيي لا تفكروا متل ما فكروا كتير ناس وانا برأيي تفكروا غلط انه انا رو عيش على الدولة انت مانك عم تعيش على الدولة انت عم تعيش على المواطن الكندي هاي لازم تعرفها الاموال التاكس اللي بيدفعها اللي لا هذا الحكي صحيح راح اسبتلكون انه هذا الحكي صحيح اليوم او قد بزيد عندها مصاري الدولة من اموال التاكس شو بتعمل؟ ترجع بتعيدها للمواطن بطريقة اخرى يعني لادربي لكم مثال الفيديو المنفيتر السنة ارتفع عن السنة الماضية ليش؟ لأنه كان في عندهم أموال زيادة بالخزينة أنا هيك سمعت ما بعرف يعني إذا كان دقيق مية بالمية الحكي لكن أنا بتصور هيك فأجوا وزعوا إضافي للولد هلأهلين بيعرفوا أنه أموال الولد اللي عم يعطوك ياهل يلي بيأخذها رئيس الوزراء وبيأخذها عاطف وبيأخذها أنتو بيأخذها كل مواطن أي ما في مني على حدا هي على أساس تربية الطفل بس بيعرفوا أنه هن العميعين والمواطن بنفس الوقت لا يكمل حياته لهيك أنا بنصح أنه نحنا ونعرف أنه نحنا كشعب سوري نحنا بنحب الشغل ونحب يشتغل واللي عم يقعد بالبيت هذا يعني أنا ما بدي أحكم على ظروفه ما بعرف شو ظروفه ولكن أنا برأي يدور على شغل لأنه لألك ليش وقت أنت بدك تجي كشخص تأخذ والفير رح يتسجل على الريكورت تبعك عند الدولة أنك أنت أخذ والفير رح تضل مسجلي عليك كل حياتك يعني أنا بعرف بزمان واحد وقفوله لم الشمل بالسبب أنه أخذ والفير يعني أنه أنت أخذ والفير تعب تأخذ معوني من الدولة طب كيف بدك تصرف على الشخص اللي أنت عم تطوب لم شمله هذا مثال صغير زائد أنه تبيعتوك الدولة مصاري لازم تفهم هي النقطة كتير كتير تفهمها الدولة ما بتعطيك مصاري لا الدولة بتعطيك مصاري مقابل مقابل أنك تروح تدرس لغة تمام الحكية مقابل أنه تروح الدول على شغل مقابل أنه أنت يعني مو ببلاش يعني الدولة بتظل بتلاحقك على كل مصروف بتصرفه على كل شي بلحظة بتلاقي الكيس ووركر طلب منك جيب له كشف حساب البنك بيسألك على كل قرش وين انصرف يعني عفوا مو على كل قرش وين انصرف على كل قرش دخل على البنك ومنين انصرفته شدون يعني بيصيروا بيحاسبوك على معيشتك فلا هيك أنا ما بنصح بهذا الحكية يعني بيقدر يتجاوز الولفير ما يوقف عنده هذا بيكون كتير ممتاز وبيريح رأسه لقدام أنا ما أخذت الولفير من الدولة مريح رأسي شو ما حد قالوا معي ما حد قالوا معي لأني أنا ما أخذت الولفير أما أنا بدي أخذ مصاري من الدولة رح يجو يتدخلوا بحياتي لهيك لا تخلي حدا يتدخل بحياتك وخلينا نحن كعرب وكسوريين يعني خصوصا نرافعين رأسنا لأنه نحن جماعة منحب الشغل ومشتغل الشغلة المهمة بهذا بالنسبة للشغل اللي راح ألكون يا هلأ أول شيء واحد موصل على كندا اليوم يا أخي قبل قبل عفوا أنا قبل كتير طبهمة كتير بتجي بتسأل إنه أخي فيه شغل بكندا؟ شو بيقولوا لا لا ما فيه شغل بكندا شلوم ما فيه شغل؟ فيه أربعة وثلاثين ونص مليون نسا مئون شو ما فيه شغل بكندا؟ هذا كلام الناس المتشائمين كلام الناس اللي هنين ما بدهم يشتغلوا كلام الناس اللي هنين بس بدهم يصرفوا من مصاري الولاد والولفير هذا الحكي مصاحل العالم عايشة، العالم عم تاكل وعم تشرب طالما فيه حياة بالبلد معناتها فيه شغل بالبلد فنحنا خلينا نبلش من نقطة أنه نحنا ما نستمع لحدا أنه ما فيه شغل بهالبلد لا، فيه شغل وفيه شغل بطير للي بده يشتغل بس فيه عندنا مشاكل، نحنا العرب بتواجهنا وقد نجي نشتغل بكندا وبالأحرم مو بتواجهنا، نحنا ما نحط حالنا بمشكلك يعني أنت مدير مبيعات بالسعودية لشركة معينة طيب إذا بتحكي إنجليزية، طيب أنت راح بدك حالك تجي لهون على كندا بتشتغل مدير مبيعات؟ بعد حكي مصحيح أو مثلا أنت بتشتغل مثلا مهنة معينة مطلوب فيها شهادة بكندا طيب بدك تجي تشتغل بنفس المهنة بدون شهادة وتخرق القانون قانون اليوم، مشو قصة تخربطت الحروف ما أم بعرف كمان؟ ما بتزبط لهيك، وشغلة تانية بدي ألكون ياها هون ما في شغل بكندا بدون استثناء ما في شغل لعيب على الإطلاق، يعني أنا رأي أعطيكم مثال صغير معليش هيك، مثال صغيرها أنا أول ما اشتريت البيت ما كانت مرت أولادي معي هون، فأنا بدي أعمله تنظيفة للبيت هيك فأفتت على الانترنت ودورت إنه مين فيه يعني بيعمل تنظيف شركات تنظيف أو ناس أو كذا فهات طبعا طلعت لي، طلع بوشي اسم واحدة، دقت لها تليفون، طلعت لها ممكن كذا فأنا ياها بتاخد على الساعة خمسة عشر دولار اجت لهون، وبلشت تنظف لي بالبيت، تنظف البيت طبعا حديث من كلمة لكلمة، من كلمة لكلمة طلعت طالبة جامعة، طالبة جامعة سنة رابعة، السنة اللي بعدها رح تبلش الطب يعني عمليا هي بعد أربعة سنين دكتورة، بس مو عيب لأنه بدا تعيش بدا تصرف على حالها فنحن أولا ما تفكر، يعني خليني أضرب لكم مثال، ما تفكر أنه مهنتك أنه مثلا، نحن عنا بالشام أو ببلادنا بشكل عام في مهن، يعني العالم بيعتبروها أنه مهن دون هون لا، مو المهن الدون، هون الإنسان اللي ما بيشتغل هو اللي دون، والإنسان اللي بيشتغل مهما كان طبيعة شغله على الإطلاق هو الإنسان اللي فوق، هينقطة كتير بدي يعني ركز عليها ما بيتطلعوا، هون بيطلعوا عليك أنت، أنه أنت عم تشتغل ولا ما عم تشتغل، ما بيطلعوا عليك شو عم تشتغل بيطلعوا عليك إذا عم تشتغل ولا لا إذا قاعد بالبيت ولا ففلي رجل ولا رجل وقاعد عب السنة مصاري الدولة ولا أنت عم تشتغل مهما كان شغلك أنا رأعطيكم أمثلة عن الناس إجت لهون واشتغلت والله بعد شهر طبعا أول شي بس تجي لهون أنت أقلها عود شهر حاول تختلط مع الجالية تبعك مع ناس عرب بتلمنك مع سوريين ما كذا لأنه أنت جاي ما بتعرف حدا بها البلد فأنت لازم تختلط فيون لتبلش تمسك راسل الخيط لتوصل لشغل تسأل هذا وين بيشتغل وهذا وين بيشتغل وهذا وين بيشتغل وشو بيشتغل وكيف أمن شغل هدول اللي بيقدروا يعطوك شغل أما وانت بالسعودية تسأل عن الشغل ما في منطق ما مستحيل يكون في منطق بهذا الحكي يعني تصوروا أنا أجي لكم ولا أنا بدي أشتغل يا جماعة أنا بكندا وبيدي أجي على السعودية بدي أشتغل طيب يعني اللي بدي أشتغلك شو بيعرف عنا فرضا أنا اليوم اجيت اجي واحد من صحابي المقربين إلي اللي عاطف الله يوقف وكشف لي شغل عندك في المدينة طيب أنا اللي بدي روه قلو أخي والله فلام بديه يشتغل طيب شو بيعرف ما بيهيق موه السيستم الشغل هون مو هيك خلينا نفكر صح يعني خلينا نمشي صح متل ما بيقولو رأعطيكم أمثلة أنا على ناس اجت لهون واشتغلت لأنه بدي تشتغل وناس قعدت لأنه ما بدي تشتغل وبتضلها بتقلك انه أخي ما في شغل بيهيق البلد وهذا الحكي المصحيح يعني أنا بعرف واحد من حمص اجي لهون بعد شهر ونص شهرين كشفته كيفك شو عم تشتغل طمني لقيت شغل عم تشتغل ولا عم بروح قص الحشيش قص الحشيش بياخد على الساعة خمسة عشر دولار مثلا برابو والله ميح وكزا وشو في قص حشيش وعم زبط هيك الحديقة والحضائق وكزا يعني عليك والله ممتاز واحد ثاني خير شو عم تشتغل انت والله بشتغل بيجروف تلج بروح بنضيف قدام وقت بتنزل التلج بنضيف قدام لبيوت التلج وباخد على الساعة خمسة عشر دولار طب هدا شغل شغله تالتي يجي واحد مثلا شو بتشتغل اخي والله انا مثلا دبرت شغل نعبطيكم مهن الواحد ممكن يبدا منها يعني برجع بقلك انا انساني اخي انساني بوس ايدك مشان الله انساني شو كنت تشتغل ببلادك انا زلمي اخي تاجر عندي مصنع وتاجر وعندي كان شركات بالاخير اجيت اشتغلت هوني اشتريت مطعم اشتغلت مطعم لانه ما بيطلع بايدي الحقيقة ما بيطلع بايدي ان اشتغل اعمل مصنع هون ولا اعمل شركة بالسهولة اللي العالم ما تخيلتها لا اولا ثقافة غير ثقافة ثانية سيستم غير سيستم ثالتا لغة اللغة كتير شغلية مهمة ان المهن اللي عمل لك عليها ما يحتاجه لغة هدول ما بيحتاجه لغة والله بالاشارات والله هلا هذا الزلم اللي عملكم عليها اللي بيساوي حضائق والله عليه طلب اكتر ما بتتخيلوا اللي بقص حشي شو بيضبط حضائق بده يشتغل احساب من قاعدة البيت تاني شي خليني يلكون كلمة اليوم الولفير بيعطيك 1200 او 1300 دولار الى كل مرتات طبعا مساري الولاد رح يجو رح يجو رئيس الوزراء التروضو بياخد شاك بينوفيت انا باخد شاك بينوفيت اي زلمة بهالدنيا هذا حق الولاد فهدا للكل ما في منية فيه لكن الولفير بيعطيك المعونة بيعطوك 1200 2400 دولار انت ومرتك هذا الرقم اذا بتشتغل انت ثلاثة ايام بالاسبوع تمان ساعات بالمينموم ويج بتطالعون يعني ثلاثة ايام قاعد بالبيت وثلاثة ايام قام بتشتغل بتطالع هذا الرقم فليش تتحمل منيت الدولة ليش لا ينقال انه انا قاعد على الولفير والله لو بدي اشتغل شو ما اشتغلت وبرجع بقلكم انسولي المهن اللي انتو جايين منها هلا اوكي انت والله مهنتك ميكانيكي ورحت ولاقيت محل ميكانيكي واشتغلت عنده يا عيني عليك بس اخي في مهن هي المهن المكتبية اللي بهديك البلاد هون مو بالسهولة تلاقي مهنة مكتبية نفس مهنتك لانه بدك لغة وبدك شهادة وبدك 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 اذا انا لازم دبر حالي بشي مثلا بشغل ما لحتى عدل شهادتي لحتى لاقي شغل احسن احسن ما ضمي قاعد بالبيت الناس دانين طلعوا اشتغلوا بمعامل البندورة مزارع البندورة بلمنكتون تبعد من هون عربين مثلا يعني عباطيكون انا بمدينتي لانه انا بشوفوا ليه بمدينتي وما قاعد كل يوم بيشتغل ثمان ساعات وما قاعد وراحوا اشتغل وعملوا 2500 تلاف دولار بالشهر طيب ما بدل لغة انت عب حطل الزقة على البندورة انت عب تحط بندورة بقلب السحارة انت عب تحمل سحارة البندورة تحطها تصفتها كل هاد ما بدل لغة مثلا اوبر اجت ناس عملت الجي لايسنز لان بدك الجي لايسنز اول شي بعدين تسجل سجلت باوبر اشتغلي طيب هادا مشغل هاي اوبر فاتحة ع البحري مثل ما بيقولوا اي انت ما حبيت اهلا وسهلا اشتغل شغلة كتير ممتازة وما بدك لغة لانه انت كل شغلك يعني انت شغلك بهالتليفون وعم تشتغل على الاب ما بتحكي مع اللزبون ما لك شغل معه هادا هاي امثلة عن شغل الواحد يبدأ يبدأ يشوف يعني انت مجرد ما مسكت اي شغلي مهما كانت فانت مسكت طرف الحياة في كندا هادا الشي بوصلك لشي تاني انت بدك يعني انا بدي هدفي هدفي بدي روح على خليني انكن على تورنتو لا يمكن انا ضمني قاعد ببيتي اني اصل لتورنتو لا انا بدي اطلع امشي اول خطوة اول خطوة يجوز يطلع بوش تلج بتعني خطوة يجوز يطلع بوش مطار تعليد خطوة يجوز يطلع بوش هي هي الشغل مبدأه نفس المبدأ لهيك انا بتمنى اول شي بتمنى منكن عفوا بتمنى منكن اول شي تفكروا بي ايجابية لا تصدق اي شخص بيهديني بيقلك ما في شغل لا تصدقوا لا تصدقوا اخي انا لا تصدقوا اذا الكلام عالم كيف عايشة 34 مليون يا اخي كيف عايشين عم يحاوشون من الشجر لا كيف الحياة ماشي بكندا انا عم بعطيكم امثلة ممن الضروري انه الواحد يجي يشتغل انا ممكن يجي واحد عربي ما بيحكي انجليزي يلاقي مطعم عربي يشتغل عنده هاده الشغل مثلا يا اخي انا طلع ما في عندي شي انا معي سيارتي الخاصة بروح بطبع كروت وبوزع على المحلات اخي انا بشتغل يدقوا لي وقد تكون عندك طلبية بدك تبعتها وبيحترموك العالم عليه هاي نقطة الاهم انت اليوم وقد انت عم تنتج المصاري اللي انت عم تاكل تشرب فيها انت بالنسبة لكندا هذا المواطن الصالح هذا المواطن الصح هذا المواطن يلي يلي فعلا جيد اما والله انا بدي رو اعود انترولفير او او يعني بانترولفير ليش لانه ما في شغل احنا عم نكذب على حال نعزبه ما في شغل انا اه طبعا برجع بلكن الحديث عن العمل متعب جدا لكن صدقوني والله العظيم في شغل وفي شغل كتير ممكن تلاقي واحد بشتغل يعني انا في إلي رفيق ابني انا من ولادي يعني بشوف الحكي من ولادي ورفقاته وكذا راح ولد اشتغل مع عربي مصري راح اشتغل مع واحد بشتغل بالتكييف والتبريب واحد ثاني راح اشتغل بالكومستركشين واحد ثالث راح اشتغل بالطرقات واحد رابع راح اشتغل بال هذا كله شغل يعني من هون انت بدك تمسك يعني انت اول شغلة بتصاطفات مهما كانت تشتغلها من هون بدك تمسك الشغل تفهم السيستم شلون عم يصير انا بنبي عليها شوف السيستم شلون ماشي بها البلد ما فيك تشوفه انت قاعد بالبيت يعني انا بروح بسأل اول محله بسأل تاني محله بسأل تالت محله يعني انا ابني هلأ معلش خليني لكم شغلة كتير مهمة ابني طلع على مدينة بيرلي دروس قلو كتير مواصل على المدينة ما بيعرف حدا في المدينة نهائيا وفاتع الجامعة عم يداول ما عندو كتير تيام بالاسبوع عطلة يالي هن جمع وسبت واحد ماهدي ماهدي هو عم يدور على شغل عم بيروح يعني طلع مع شوفير تاكسي قلو تعرف لي هوني حدا بدو شغل حدا بدو كزا راح عالمطعام سألون لازم كون شغيل كزا بدو يشتغل بدو يعتمد على نفسه بدو يعتمد على نفسه بدو يدرس بدو يدرس بدو يدرس بدو ياكل بدو يشرب بدو يسكم ما بدو يحمل عبئ لابوه فانا خليني هيك فكر انا اليوم خليني فكر انو انا عندي مره اولاد وانا لازم اصرف عليهم ولازم قدمل هون يعني ولازم انا كبني ادم اذا بني ادم انا ما بشتغل اذا انا ما في حياة في بتدور على شغل بتلاقي طبعا الناس اللي معها خليني ايلكون شغلين الناس اللي معها لغة وبتعرف حالة انو بتقدر بتشتغل باماكن او خليني ايلك حتى مو لغة يعني انت ما معك لغة بس انت بتفهم بها المهنة تمام الحكي نحن عنا بيسموها سيفي هون بيسموها ضراب الصخن ريزمي تمام الحكي تخلي حدا يساوي لك ريزمي اطبع لك خمسين ورقة ميت ورقة اي محل ماشي بتعرف انو انت ممكن تقدر تشتغل تخلص فيه اذا تتلو الورقة وامشي ما بتعرفو اذا الزلمية انت بنقطع من الموظف وبيقلك اشان الله تعالى عندي يشتغل عندي بكل بساطة يعني بسيطة القصة ما بده شغلي لا تخافوا انا بترجعكم خليكن خلينا خلينا متفائلين انا السلبيين ما بحبوني انا من شويكة عم بسمع فيديو لواحد مصري عن الشغل بدي شوفه شو عم يحكي عميلك شغل ما فيه ما بعرف شو والحياة ما فيه حياة اجتماعية وكزا هذا انسان سلبي هذا بيعكس السلبي على على حياتك وعلى وعلى شخصيتك لا انا بقلك خليك انسان ايجابي شغل فيه قسما بالله فيه شغل عم اقسم بالله يا جماعة فيه شغل بس نحنا اوقات منتخرينا على الشغل نحنا كشعب منفكر انه هاي المهنة بتقلل من قيمتنا وهي المهنة بترفع من قيمتنا لا بالنهاية كل العالم عم بتوقف على الدور على البنك انت والدكتور والمحافظ انا بعرف محافظ وينزير الماير طبع وينزير بيطلع هو بتلاقي عم يكنس قدام بيته عم يقص حشيش وعم كذا قلت قيمته هادا؟ ما قلت قيمته بالعكس انا بالنسبة لي انا كشخص بالنسبة لي كبر بعيني وقت شفته هيك كبر بعيني وقت شفته هو عم يشتغل بايده عم يطالعكي سزبالي لبرا عم يشتغل مو خدم وحشم ومو ما بعرف شو ومو انا هيك كبير عليها والله انا ما يعرف انا ما بشتغل هيك شغلي لهيك حبيبي انتويا خليكن ايجابيين فكروا انه في شغل وانا لازم لائي لهذا الشغل انا لازم لائي لهذا الشغل واشتغل هذا اللي فيني الكن يعني الشغل اي اسئلة تانية اطرحوا لي اياها وانا ان شاء الله يعني مستعد جاوب عليها يلا باي باي